طيب افترض ان انا بادئ وانا ما عنديش اصلا بيوت تيبل وعايز اعمل بيوت شارت او مخطط محوري طيب ازاي ممكن اعمل كده هروح على الديتا ساتة نفسها وهروح على انسرت وهتلاقي عندك هنا في المكان بتاع الشرت هتلاقي اسمها بيوت شارت انا مختار اي سال جوا التيبل او الرينج بتاع الديتا فلو دوست على بيوت شارت سيرت لواحدو انه عايز اعمل بيوت شارت في الديتا الا الفيدي او ايه اسمه daily sales هختار existing worksheet وهروح على pivot chart directly اللي أنا كنت واقف عليها let's say اختار 7 واقول ok هتلاقي بcreate automatic حاجتين مع بعض pivot chart زي ما انت شايف وكمان pivot table اشتغلوا مع بعض pivot table number 1 ده أنا ممكن اديله اسم فهختاره اقف ايفق اي حتة واروح على pivot table analyze ومنع الشمال هتديله اسم وليكن average price and commission وده اللي أنا هعمله في pivot table وادوس enter نفس الكلام ممكن اعمله هنا اروح على pivot chart analyze ودي اسم مشابه واقدر عادي جدا ولا مختار pivot chart حالقي هنا اسمها pivot chart field fields ولو اختارت pivot table حالقي بقى اسمها pivot table fields وفي الحالتين اقدر ابني الاثنين مع بعض مفيش اي مشكلة عشان اعمل حاجة مشابه للي عملتها قبل كده فهاخد السجمنت هعطها في ال access زي ما انت شايف اشتغلت على الاثنين ظهرتلي السجمنت هنا وظهرتلي كمان التو سجمنت بتوعي ظهرولي في ال rose في ال pivot table تعال ناخد الكاتيجري ونحطها تحتيها هتلاقي نفس الكلام برضو اشتغلت معايا على التو object تعال ناخد بعد كده ال commission هتلاقي انا عندي انا عايز اسمها commission value وحطها في ال values وزي ما اتعودنا هاختار اي سل وعمل right click واقول له number format وعايز ازود كمان average price وتعال ناخد برضو نعمل filter out للbikes زي ما عملنا هناك فبقى عندي التو شارتز متشابهين جدا طيب دلوقتي انا عايز اعمل formatting زي ما عملت هناك طب هل انا محتاج ارجع اعيد كل انا عملته قبل كده اعتقد لا انا ممكن اعمل حاجة قلطف من كده بكتير اقدر ارجع تاني على الشارت القديم واعلم عليه واعمل right click save as template هيفتح لي dialog box علشان اعمل saving للتمبلت دي وابدها default chart 1 فانا اديها حاجة عشان انا ارجع لها pt08 ودوس save دلوقتي بقى عندي template متزبط على الشكل كل اللي عملته في الشكل ده بقى متسايف عندي في template لو روحت على pivot chart directly واخترت ال pivot chart الجديد انا عملته روحت على design هتلاقي حاجة اسمها change type اطلع في فوق حاجة اسمها templates هتلاقي التمبلت بتاعنا اللي احنا عملناه اخر واحد موجود هنا اختاره ودوس اوكي هتلاقي عملك التمبلت بتاعك بالزبط زي ما انت كنت مزبطه في المرة اللي فاتت طب دلوقتي زي ما انت شايف ال bar بتاع price بقى صغير قوي لان ال commission اكبر بكتير من price فده محتاج ان انا اعمل تعديل على التمبلت ده ما فيش مشكلة روح على change chart type مرة تانية وحنزل تحت خالص اختار combo وزي ما انت شايف هو by default عمل لك line chart وclustered column كمان هاختار حاجة اسمها secondary access يعني اقدر اخلي شكل شكل النسب بتاعة الارقام اللي موجودة على التشارت متناسبة فهاختار secondary access لوحده زبط نفسه زي ما انت شايف هنا ودوس اوكي وبرضه انا مش محتاج اللي موجودة هنا فهاختارها ممكن نقفل ده دلوقتي وعمل right click وقوله format access وحروح في نفس المكان تاني في الليبلز واقوله none مش محتاج الليبلز هنا الحاجات المتدخلة ممكن اختارها لوحدها وحركها باداية كده manual شوية علشان يبعدهم عن بعض اعتقد كده الشكل العام بقى كويس ممكن كمان اختار اللاين ده وروح زي ما انت شايف هنا غيرلي بقى format data series وروح على الحتة اللي فيها اللاين color واختار زي ما كنا عاملين هناك مثلا dark blue ويبقى كده عندي التشارت التاني جاهز ويتكرت معاي زي ما انت شايف pivot table مع pivot chart وبكده نكون نوصلنا لهاية الفيديو شكرا جدا لوقتكو وارجو تكونوا استفدتو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة